كل أسراره هنعرفك مميزة حيات كثير جدا جدا اللي يجب أن تعرفها عن برج التور كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واتتبعوني على الستاشال ميديا بتاعتي يجمعنا على الانستجرام بتاعي فيها 35 ألف وعندي على اليوتيوب حوالي مثلا 900 ألف او احنا داخليها على 700 ألف فيعني ممكن يبقى الناس اللي على اليوتيوب يدخلوا عندي على الانستجرام اللينكات موجودة على الفيسبوك اللينكات موجودة تحت طيب برج التور لو أنت مواجب ببرج التور حشان كده دخلت شوف الفيديو بتاعي النهار ده عايزة أقول لك يا ورسالك يعني يا بختك يا هنك يا سعدك لأن أنت وقعت في حب شخص قوي سواء امرأة أو رجل يعني برج التور برج قوي من الأبراج القوية من الأبراج لشخصياتها قوية أنا ليس كنت بك لما حزنوا صحابين بارح كانوا عملوا سورفي أو عملوا زي تحقيق كده يعني الرؤساء الدول والوزراء والمناصب القيادية أبراجهم بيطلع أبراجهم إيه يعني برج اللي بي رؤساء دول مناصب قيادية وزراء يعني البرج أكتر برج طلع من number one في الناس اللي بتاخد المناصب القيادية دي طلع برج التور يعني كان الرئيس الراحل محمد حسن بوردي كان برج التور على فكرة أنا بحبه يعني الله يرحمه ضونا عن الكلام في السياسة بس أنا بحب الرقل ده كان برج الطول كان تاريخ ميلاده يوم يوم خمسة خمسة اعتقد او اربعة خمسة طيب يا جماعة السياسة انا مليش علاقها بالسياسة بس كوني اقول رأيي عشان الناس عارفة ناس هتهجميه بس ده رأيي الشخصي انا كراشا يعني انا الشخص ده بحترمه بجد وكان شخص قيادي كان شخص اكيد عندي اختلافات معي واكيد عندي concerns عليك يا رئيس بسهو اكيد عمل حاجات كويسة طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الطور برج الطور هو شخص شخصيته قوية واثق في نفسه الى ابعد الحدود عنده ثقة في نفسه قوية جدا يعني عمرك ما هتقابل في حياتك شخص من برج الطور حتى طفل الطور الا ما تحس ان هو personality شخصية كده شخصية قوية كمان وقيادية برج الطور بيعرف يقود بيعرف يكون قائد بيعرف يكون في البدايات ويحب يكون في البدايات مع ان هو مزدهي الاسد مثلا والحمل يحب ان هو يظهر ما يحبش يكون في المقابل بس هو عنده خضور قوي جدا جدا بيلبس حلو جدا شيك جدا ده بحدي عمرك او سؤال للحلقة عمرك قابل تطور في حياتك ما حسيتش ان هو في منتهى الشياكة في منتهى الاناقة في منتهى بيلبس حلو بانيق كده وفخم هو بيحب الفخامة يعني هجيب هدايا فخمة لبسه فخمة يعني ده ما يحس ان هو عايز يلبس براند ويهتم في البرفيمس جدا برج الطور يحب ريحته حلوة وبيحب النظافة هو بتقرف بسرعة جدا على فكرة الطور بيتقرف وبيحب النظافة كده وشيك ومتقلق حتى لو امكانياته ضعيفة يعني ما يعرفش يشتري البراندات الغالية والفخمة هتلاقوه شخص بيلبس حلو شكله حلو قنيق صبور جدا جدا بيتمتع بالصبر الى اقصى درجة هو شخص يعني يعني فعلا صبور قوي ودي ميزة فين هو هادي هادي وصبور مش متسرع بطيق جدا 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 بصوا يا بطيق دي ميزة وعيب على فكرة يعني هو شخص بطيق زيه زي الابراج الترابية مش متهور مش زي الحمل مثلا الحمل متهور سريع بياخد خطواته بسرعة بيعتاد لا التور ده ممكن يفضل معجب بيك سنتين 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 هو بيدرس شخصيتك وبيحللك وبيحاول يفهم انت متفق معاه ولا لأ ما بيحبش التغيير بسهولة يعني ممكن نقول ما هو شخصية روتينية يعني هو مش سهل يتغير بسهولة مشاعره ما بتتغيرش بسهولة عنده روتينو الخاص اللي ما بيحبش يغيره روتينو يعني عنده كده فيه قواعد ستة في حياته وبيغيرهاش يبقى انت عشان تدخل حياته لازم تأدبت عليه لازم تدخل جوا القواعد الستة دي وتاخدها انت كمان لان انت لو ملتزمتش بالقواعد الستة بتاعته اذا خلاص العلاقة دي مش هتكمل برج التور عنده ثبات يحب استابلتي استقرار زيه زي العزراء زي الجدي على فكرة الثلاثة دولت عندهم نفس النقطة برج التور من الابراج المش اكسبراسف يعني اكسبراسف يعني ما بيعبرش عن مشاعره بسهولة يعني ممكن يكون بيحبك وبيغير عليك يعني مش بيعرف يعبر عن مشاعره بسهولة ما بيعرفش يقوم عنه هنا ومنفي جدا 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 بس برج التور على فكرة برج عقلاني يعني برج التور لانه ترابي بص يا جماعة الابراج الترابية ومنهم برج التور دول ابراج لما نيجي إلى ميوة عامله بيستخدموا أكتر عقلهم يعني عقلهم أو مخهم أو هو عقلاني ومنطقي فبالتالي المنطق والعقل بتاعه هو اللي بيتحكم فيه مش قلبه اللي بيحركه فيه أبراج تانية البهل اللي بتحركها بالرغم أنه عندما يقع في الحب هيكون شخص رومانسي طور رومانسي وحبيب كمان فيه فيديو نعملته اسمه أكتر الأبراج الرومانسي هسوفه لكم هنا كده تفرج عليه شوفه ترتيب بورج التور بورج التور بورج عنيد جدا جدا راسه نشفة ودي من عيوبه إنه راسه نشفة جدا يعني حطت حاجة في دماغه وقفلت معي إنسان أنت تتقليه غير رأيه ومش أي حد يتحكم في بورج التور أو يمشي كلامه عليه فلو أنت عايز تتسلط على بورج التور مش هتعرف هو أصلا متسلط وعنده حب للتحكم وحب لل إنه يمنج يعني هو بيحب يقود فبالتالي لو أنت شخصية قيادية هتتعب مع بورج التور لأنه هو شخصية قيادية ومتحاولش أبدا أنت تتحكم فيه بورج التور أنت تاخد عيونه بالحب بس مش بالأوامر ما بياخدش أوامر التور ما بياخدش أوامر بالحب كده وبالهزار والدحكة هتاخد إيه عيونه بورج التور من الأبراج اللي دمها خفيف بيحبه الدعابة هم شخص إنسان عنده إنسانية على فكرة التور من الأبراج الحساسة جدا 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 وده أنا أعتبره عيب يعني التور حساس جدا على فكرة التور من الأبراج التاتشي يعني تاتشي ده يعني إيه؟ يعني هو حسة اللمس عنده هي حاسة قوية فأنت لما تكون عايز تؤثر فيه إذن يعني هو اللمس يعني حسة حسة اللمس بمؤثرة جدا مع التور حتى الأم التور تلاقيه ودائما بتحب تحضن ولادها حبت يعني تبقى دائما تاتشي معاهم مش تحوش شيء حاجة أقلت الأدم يا جماعة أقولوا لي الكلام ده أنتوا بتشوفوه بنتفق معيك ولا لأ لحد ذو الوقت وأي حد عنده comments يكتب لي تحت أنا على فكرة أنا يا رشا برج العزراء فأنا من عشق برج التور يعني برج التور من الأبراج اللي أنا بتتفق معاها جدا واللي أنا بحبها قوي يعني يعني أنا بحب أفراد برج التور بيتهم إنه هو مدي يعني برج التور ناس كتير ممكن تتهموا إنه هو شخص مدي بس هو مش مدي هم بحبش يصرف فلوسه في أي حاجة وخلاص وبيصرف فلوسه في المكان الصحيح يعني هو مش مبذر بس هو كريم التور كريم على فكرة مش بخيلة يعني فيه أبراج مادية بس بخيلة لا التور مدي يعني بيفكر في الفلوس يعني هو بيشتغل فيه أبراج بتشتغل وتبزل مجهود جدا وعشان مثلا الـ achievement عشان يبقى تقلد هم كذا كذا بيحبوا للفاشخارة شوية لا التور بيشتغل عشان الأجر المادي فالحطة الفلوس دي مهمة بالنسبة له بيفكر بيفكر يعني بيفكر أنا عايزة أشتري كذا وعايزة أعمل مشروع كذا وعايزة ودائما بيفكر في مشاريع والشغل عنده خطة أحمر يعني الخطوط الحمر عند برج التور شغله وعمله وطموحاته هو شخص طموح إلى أكثر درجة حتى التور أنا أعتبرها من أكثر الستات الطموحة التي تعشق عملها طيب برج التور من الأبراج أنا أقول أنهما جخلة في التعبير عن مشاعرهم يعني داعيب برضو يعني برج التور ما بيعودش يقول كلام بقى هو عنده التعبير عن الحب بالأفعال يعني هو هيهتم بيك فعلا لقاولا يعني ما يعرشش يقل لك كلام حلو ما يعرشش يقل لك كلام رومانسي ما يعرشش يقل لك بس هيعرف يهتم بيك بالأفعال فبالتالي لما تيجي انت تأثر قلب برج التور تأثره ازاي هتنقسره بالأفعال لا بالأقوال أنا عزراه على فكرة كده يعني أنا كراشا أنا لو حد عاد يقول لي كلام حلو من هنا لحد عشر سنين جاية الكلام بيدخل من هنا وبيطلع من هنا بس لما بيعمل لي فعل الفعل الفعلا بيأثر فيه التور يحب الاهتمام يعني بيحب الشخص اللي بقى معي بقى بيهتم به هو كمال بيهتم جدا بالشخص لما بيكون بيحبه يعني عندما يعشق برج التور هو بيحبه ده كل حياته عايز يريحه عايز يعمله كل حاجة في الدنيا بيحتوي يعني التور شطر في الاحتواء بالعكس هيبقى هو يعني ايه بيحط الشخص ده اللي هو برج التور برج برج برودكتف جدا يعني بيحب حد بيحطه في حمايته يعني اوكي برج غيور جدا 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 مجنون في الغيرة يعني غيور غيرة قاتلة وفي فيديو برضا انا عملته اللي هو اكتر الابراج غيرة شوفوا ترتيب برج التور انا دايما هسيبلكوا فيديو بصوا يعني في نهاية الفيديو يعني دايما اقفلوا حد نهاية الفيديو هتلاقوا فيه اتنين فيديو انا بعمل لكم ليهم recommendations وفي فيديوهات هسيبها لكم فوق هنا برضو هتبقى حلوة جدا اتفراجوا عليها طيب برج التور من الابراج اللي يهتم قوي بشكله يعني حتى راجل التور من الابراج اللي بيهتم ببشرته بيهتم بسنينه بيهتم بشعره الستة التور بتهتم بقلاقتها ببشرتها بيهتموا بنفسهم يعني هم بيحبوا الناس اللي بتهتم بنفسها على فكرة وبرج التور من الابراج اللي بيحب الجميل يعني حتى راجل التور من الحاجات اللي تلفت اللي باهوا في الست اللي بيحبها حلوة وشكلها حلوة يعني هو بيحب الفت اللي بتهتمز نفسها على فكرة برج التور من الأبراج اللي حط حاجة في دماغه هيوصل لها يعني هيوصل لها هو يعني يعني لو حط هدف قدامه هيجيبه يعني هيجيبه طيب برج التور من الأبراج اللي ممكن تعرف تخبي مشاعرها يعني ازاي يعني برج التور ممكن يبقى معجب بيك وبيرقبك وهيموت عليك وهيتجنن عليك وانت تبقى شايف ان هو اصلا مش شايفك او مش حسك او مش مهتم بيك هو عمال يرقبك وعمال فهو شاطر جدا جدا في اظهار عكس مشاعره يعني هو ممكن يكون بيحبك وقلبه بيقطع بسوز علام منك انت تحسن هو بيكرهك مع انه هو بيموت فيك بس تحترس من قلبة برج التور عارفين انتو تتقي شر الحليمي اذا غضب برج التور عندما يغضب كل الهدوء وكل الهادية زبادي ده بتشقلب بيبقى شخص عنيف جدا 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 وبيبقى انتقامي يعني ما بيسكتش عن حقه برج التور ما بيسفش حقه ولازم يجيب حقه برج التور من الابراج اللي ممكن تتهم بالبرود علشان هو مش اكتف مش هايبر يعني هو لازم ياخد وقت عشان ياخد عليك عشان يبدأ يبنى على حقيقته فالتور هيبقى عنده شخصيتين شخصية هو لسا اوه متعرف عليك انت يبقى مرسوب قوي وفخمه جدا وبيتهم بالغرور اوه ما تعرفه وتلاقيه طيب وحنين وجدع ولطيف وهتحبه جدا جدا فده هيعتمد على ان انت دخلت قلبه وخلاصه وبقى بتاعك ولا لا قلولي الكلام ده متفق معاك ولا لا اعملوا منشن وعملوا شهر لصحابكم في برج التور وكمان قلولي اذا كانت صفات دي متفق معاك في نسبة كم في المية بليز يا جماعة تابعوني على السوشال ميديا بتاعتي بتشتركوا في قناة امارة تابعوني تانكيو وقلولي فعلا ايه اكتر 3 حاجات بتحبوها في برج التور اكتر 3 حاجات بتدقيقوا في برج التور تانكيو وبحبك وبي باي مع السلامة تانكيو وبحبك وبي برج التور